بسم الله يا ابن الروح القدس الاله الواحد امين كل سنة وحضركم طيبين النهاردة هو اليوم الاحد الخامس من احد الصوم الكبير المقدس وكل يوم احد من احد الصوم المقدس الكنيسة تقدم لنا اراية خاصة جدا والاراية ده هي ممكن لحد يستمع لها بشكل جيد وله ازنان في قلبه مفتوحة تغير حياته كلها الاسبوع اللي فات كنا بنقرأ الاراية بتاعت انجيل السامرية واحدة تقابلت مع السيد المسيح وتغيرت تماما من انسانة خاطئة لانها تكون مبشرة الاسبوع اللي قبله كان احد الابن الضال انسان عايش في خطايا والشرور وترك بيت ابيه وتغير تماما لما قرر ان هو يتوب ويرجع لبيت الابن النهاردة حدثت تغيير مرة تانية احد المخلع او الاعسم العصم او المخلع ده يعني حد مشلول شلل تام يجوز ما يقدرش يحرك نفسه خالص غير ان هو يزحف لو عايز يروح من مكان لمكان زي ما قال السيد المسيح النهاردة في الانجيل قال له انا كنت بقى حاول ان انا انزل البركة بتاع بيت حاسدة هاي كنت بقى لما اجي ازحف عشان خاطر اروح هناك حد قبل مني يروح ينزل ويسبقني للبركة قصة تغيير جديدة تشرح حالك كنيسة النهاردة كأنها بتنبه قلبك وتنبه قلبك ان انا وانت محتاجين في فترة الصمدة نلحق نتغير نلحق تبقى حياتنا حياة مختلفة نشوف السيد المسيح بشكل مختلف عن اللي احنا عايشين فيه السيد المسيح مارر على البركة اللي اسمها بركة بيت حاسدة دهية واللي هي جنب باب من ابوابه الشليم اسمه باب بيت الضأن وكان حواليها خمس اروقة يعني زي خمس حرات كده بيقعد فيها المرضى مستنيين ان هما ينزلوا للبركة وحسب التقليد اليهودي ان كان فيه ملاك بينزل ويخبط باجنحاته على مية البركة تروح المية تهتز ولما المية تهتز يبدأ العينين ينزلوا فيها فيخفوا راجل قاعد فترة طويلة 38 سنة بيتمنى ان حد ينزلوا في البركة دهي لعله مره يخف ويبدو ان هو فقد الامل فان هو يخف بسبب صعوبة المرض وبسبب طول المدة يمر عليه السيد المسيح لان الكتاب هنا لما رآه يسوع متجعا وعالم ان له زمانا كثيرا مر عليه السيد المسيح وكتشف مشكلته على بعضها مشكلة كبيرة من شقين الشق الاولاني مرض ضخم وتقيل وصعب والشق التاني مدة طويلة قوي في المرض يعني كتير اتقابل مع مرضى ربنا يشفي الجميع ويددي قوبة واحتمل للناس العينين يقول بس انا لو سافر السماء ما تقلمش من كتر المدة الطويلة دي من كتر المرض احنا متكونش المشكلة في صعوبة الضيقة او صعوبة المرض لكن في طول الوقت كان عنده مشكلة مزدوجة المخلع ان المشكلة تقيلة والوقت طويل وما فيش حد حواليه شافوا الساد المسيح وبدأي اتعامل معاه لنفسي يعني نفكر فيه النهاردة سوا مش ازاي الساد المسيح شاف شاف المخلع لكن ازاي المخلع شاف الساد المسيح هو قاعد مرمي في الارض كده الساد المسيح مرر عليه هو بيبص على الساد المسيح وساد المسيح ما ليكلموه كان ايه اللي بيدور في فكره وازاي شاف الساد المسيح في البداية المخلع شاف الساد المسيح ايه اله متحنن جدا محب جدا عالم باحواله رغم ان محدش كان دريان بيه ما كان لهش قريب واحد في الثمانية وثلاثين سنة يروح عشان قاطر يزقه يرمي في البركة بركة بيت حاسدة لكن الساد المسيح حس به وحس بقاله معالمة ان له زمانا كثيرا رآه يسوع متجعا كان المخلع بيبص على الساد المسيح ويقول لي ويقولك خد بالك وحاسس بمشكلك حاسس بتقل المشكلة اللي انت فيها دلوقتي حاسس بتقل الضيقة اللي انت بتمر بيها حاسس بكده واخد بالك كويس وحاسب الوقت كمان كويس علم ان له زمانا يسيرا محب جدا متحنن جدا خلقك وخلقني كانسان من اجل محبته من اجل تحننه وطالما خلقني وخلقك كبني آدم هو قادر كمان انه يهتم باحتياجاتنا وقدر انه يحل مشاكلنا وعرف بالضبط ايه اللي ممكن ينسبني وينسبك وحابب انه هو يعمل كده يقول لنا كده في متة في الاصحة السادس ونعز على الجبل يقول انظروا طيور السماء انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن ما عندهاش اي سيكوريتي من اي نوع وابوكم السماوي يقوتها مش ابوهم هما لابوكم انتم عشان تكونوا عارفين يعني ايه يعني يعني لو هيهتم بيهم بالاقدر يهتم بيه وبيك يقوتك ويقوتني ألستم انتم بالحري افضل افضل منها كان الارض فيها جوع وكان محدش عارف يأكل ولا يشرب في وقت الي النبي وقت اخاب الملك الشرير والجوع استمر وربنا قال الي انا اهتم باحتياجاتك وخاده على نهر اسمه نهر كريث وقال له الغراب هو هيجب لك خبز وماء صباحا وخبز وماء مساء انا امرت الغربان ان تعولك ولما النهر جاف ربنا قال له ولا يهمك انا عندي برضو ليك حلول انا مهتم بيك انا بحبك قوي ورح بعته الارملة اممية من بعيد عن شعب اسرائيل اصلا في بلد اسمها صرفة صيدون وقال له الست دي هتأكلك وتسكنك في العلية بتاعتها وتقعد عندها لغاية ما الجفاف اللي موجود على الارض يتشال بيحبك او بيحبني قوي مهتم بمشاكلي مهتم بمشاكلك قويس اللي قال له الشيطان بيخدعك وانت في ضيقة او في مشكلة او في مرضه ويقول لك اصله سيدك قد نساك زي ما قال لشعب اسرائيل في وقت من الاوقات يقول لنا كده في لقى 12 يقول ليست خمسة عصفير تبهع بفلسين وواحدا منها ليس منسيا امام الله انت عارفين قصة الخمس عصفير ده تباع بفلسين كلها عصفرتين بفلس وفي واحد خمس ملوش ثمن اللي ملوش ثمن ده المسيح شايفه ومهتم به واحدا منها ليس منسيا امام الله فلا تخافوا انتم افضل من عصفير كثيرة بيقول لك كده المخلع النهاردة وبيقول لي رآه يسوع متجعا وعلم ان له زمانا كثيرا ورح سأله السيد المسيح وقال له كده قال له اتريد انتبره المخلع يسمع الكلام ده ويقول لي ازاي ده ده بيحترم اراتي في ان انا خفة او ما خفش يعني عندي يعني ممكن اقول له مش عايز اخفي يسيبني في حالي اه ممكن يسيبني في حالي يعني بيحترم اراتي بيحترم اراتك السيد المسيح قال للمخلع كده انت نوى على ايه انت حابب تخف ولا مش حابب تخف وكان شاطر المخلع في انه قال له انا عايز بس مش قادر انا بحاول اعمل اللي اقدر عليه بحاول ازوق نفسي وترمي في البركة لكن انا انا مش قادر وكتير مننا يعطل ان سيد المسيح يعمل في حياته ويغير حياته للاحسن لانه شايف انه مش محتاج لتغيير انا كويس كده انا احسن حاجة انا مفيش حاجة مفيش حاجة نقصاني يجوز يظن غلط انه هو مكتفي وانه هو كويس بسبب كبري او ينكر ينكر خطاياه يعيش في state of denial يعني لا انا لا بقتله ولا بكتب ولا بسرق وما يحسش باحتياجه للمسيح ولما سيد المسيح يقول له اتريد ان تبرى يقول له اصلا انا مش عيان مش يخبلك انت لو قاعد لو بسيب بس على الرجل اللي قاعد جنبي هنا في البنش هو ده العيان ده الخاطي والوحش انا ده انا كويس قوي ده انا بايجي الكنيسة كتير وبقول الحان وبعرف حاجات كتير في الكتاب المقدس وبوعز الناس احيانا انا كويس قوي انا مش مش محتاج ان انا ابرق ابرقي انا ما عنديش عياء اساسا زي زي الملاك اه اه او الخادم بتاع الكنيسة بتاع بتاع اه كنيسة لو دكية في سفر اه سفر الرؤية لما قال كده انا اي سيد المسيح بيقول له لانا قلت اني غني وقد استغنيت وليست ليس ليا حاجة الى شيء ولا تعلم انك فقير وباقس واعمى وعريان لان محتاج ان انت تلحق تقول له رب ارجوك ارجوك خففني ارجوك التفت لي يبقى السؤال في الواقع مش المسيح بيحبني ولا لا زي ماشطن بيضحك علي ولا المسيح عايز يحليلي مشاكل ولا لا لكن الواقع السؤال انا عايز مشاكل تتحلي ولا لا انا عايز يدخل في حياتي ولا لا ده هو السؤال اللي ممكن يفرق ويخلي حياتي كلها تتغير احتاج ان انا يكون عندي ارادة ان المسيح يتدخل اخلي ذاتي تفتح الباب شوية وتقول له رب انت اللي سايق مش انا اللي سايق انت اللي تقدر تتحكم في امور حياتي انا بسلم لك حياتي انا بقبل ارادتك في حياتي انا معدتش انا اللي عايز اتحكم في كل صغيرة وكبيرة انا مش فاهم ان انا معرفش اعمل حاجة في الاساس ا Pronounce رب انا عايز اخف flags انا لكن مش قادر اعايز اخف من الإدانة اعايز اخف من كرهية الناس اعايز اخف من كبريائي واعجيبي بزاتي اعايز اخف يا رب لكن مش قادر عايز اخف من عدم طهرتي عايز اخف من عدم غفراني عايز اخف لا تريد ان ان تبرأة نفس ربي نفسيا خف نفسيا خف وده اللي بيقول heardنا لهم المخلاة سايق привет بحترم قراتك مش هخليك تخف غصبا عنك عشان تكون عارف. لو مش عايز تخف مش هتخف. آآ وبعد كده السيد المسيح قال لي على لسان المخلع بيقول كده. قال لي آآ قم احمل سريرك وامشي. قم احمل سريرك وامشي. بتقول آآ قالت للمخلع ساعدها ان آآ هذا الاله العظيم ما عندوش مستحيلات قادر على كل شيء. آآ المخلع ما بقدرش يتحرك. فليكن حجم المشكلة كبير. حجم حجم المرة التقيل. آآ مشكلة مادية مشكلة اسرية. فليكن ايا كان حجم المشكلة لدرجة انك تظن انها ملهاش حل. مسيح عندو حلول عشان تكون عارف. آآ كلي القدرة. ايه سامو كده امني بوتينت. امني بوتينت يعني يعني لا حدود آآ لقدرته. آآ كان كان ييروس خلاص قرب يفقد الامل في ان بنته تخف. وسمع ان في معلم حلو وطيب اسمه المسيح. ولان هو رئيس مجمع. قال اروح طالما طالما هو انسان طيب كده ومعلم وبيجلنا هناك المجمع. انا روح اسأله لعله عشان خطر ان رئيس المجمع يجي بيتي ويخش ويخفف بنتي. راح يستنى السيد المسيح. كان السيد المسيح مسافر وراجع على سفينة. اول ما رجع ونزل من السفينة قال له الحقني البيت بتموت. آآ. وأثناء ما السيد المسيح ماشي مع ييروس جوله كده وقالوله كمان البيت ماتت. ما ما عادتش اصلا عايش عشان خطر المعلم يخففها. لا لا تتعب المعلم. وسيد المسيح يبص الييروس كده يقول له ايه لا تخف امن فقط. لا تخف امن فانا اقدر اتصرف. ما لكش دعوة. ما لكش دعوة بالظروف اللي انت عايش فيها دلوقتي. انا انا عندي قدرات انت ما تخدش بالك منها ولا تقدر تفكر حتى فيها. لا تخف امن فقط. ويدخل السيد المسيح لبيت ييروس. ويمسك البنت يقول لها يا طليسة او يا صبية قومي. وتقوم ابنة ييروس حتى حتى من الموت. يملك كل شيء في يده. قادر على كل شيء. مفيش مجال لحمل الهم لولاد ربنا. خالص. خالص. لان الهك قادر. بيحبك قوي. حاسس بيك قوي. حاسس بيا خالص. ومش بس كده. لكن قادر ان هو يعمل اي حاجة. يجوز مش بطريقتك ولا بطريقتي. لكن بطريقته في الغالب ما بتكون احسن من طريقتي ومن طريقتك. مفيش مجال لحمل الهم. قال له كده ايوب الصديق قد علمته انك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر. يقول لنا كده لما قال لي كده رحت حالا برق الانسان تكتب كده في النص اللي احنا قرينا النهاردة خف في ساعتها. يبقى احنا اللي بيقرى الكتاب بشكل مضاقق ياخد باله انك تكتب لنا 38 سنة يعني فترة طويلة قوي. ولما جي خف قال ايه? حالا حالا ما خدلوش يومين مراحش رهاب. يعني اللي مننا بيقعد ربنا يبعد عن كل مرض اللي بيقعد في السرير شهر ولا حاجة يقول له لازم تروح رهاب ستة الشهور عشان بستدر تحرك ايديك ورجليك. ده بقى له 38 سنة لكن حالا اهم وراح شال شال سريره ومشي بحسب بحسب ما السيد المسيح قال له. كان كان المخلع بشاف المسيح فوق الزمن. ما فيش حاجة اسمها 38 سنة. ما فيش حاجة اسمها فترة طويلة في المرض. ايا كان طول مدة المشكلة. وكونها انها بقيت صعبة او بسبب انها طولت برضو استيل عند حلول لها. ما عندوش اعتبرات لطول الزمن. زي ما احنا يجوز نعتبر ونقول خلاص ما فيش فايدة. خلاص احنا فقدنا الامل. خلاص خلاص ده احنا احنا ما عادش عندنا اي امكانية للحل. فكرت في كده امنا صارة. اه في وقت السيد المسيح كان بيزورهم اه في الخيمة هي ابونا ابراهيم وراح قال. قال ابونا ابراهيم كده قال له قال له اه بعد سنة من دلوقتي هيجي هيجيلك الابن اللي انا وعدتك به. وصارة قاعدة تسمع من جوة الخيمة وضحكت. فنادع عليها ربنا من برا الخيمة وقال لها لماذا ضحكت يا صارة اه ايستحيل على الرب شيء اه 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 انت كان فترة المشكلة بتاعتي وبتاعتك مش محتاج انك تفقد رجائك ابدا لان اه الهك اه اله فوق مستوى الزمن اه اه اي ان كان فترة العبودية الخطية اه طول عمري بكدب طول عمري وانا متكبر طول عمري وانا زاتي تعباني طول عمري وانا واع في خطايا وادكشنز وعدات شريرة وحشة طول عمري ارجوك ما تقلقش قوي انه طول عمرك بتعمل كده لان الهك القوي اله فوق الزمن كمان ما ما تفرقش معاه انت في الخطيئة بقالك اسبوع ولا بقالك شهر ولا بقالك طول عمرك لكن تفرق معاه او ان انت تجيله تقول له رب انا عايز اخف it's never too late بالتعبير بتاعنا it's never too late ان انا اقول له رب تعالى تعالى عشان خاطر تخففني عشان خاطر تغيرني اله بيحبني يقول لنا شايفوا كده المخلع حبني وحاسس بمشاكلي بيحترم اراتي ويقول لي لو عايز تخف انا اخففك قوي جدا ايا كان حجم المشكلة وفوق مستوى الزمن في الاخر السيد المسيح بعد ما المخلع دخف راح دور عليه وشافوا تاني المخلع بس شافوا بشكل بشكل جديد المرة دي قال له ها انت قد برقت لما لقى السيد المسيح قال له ها انت قد برقت فلا تعود تخطئ ايضا لقال لا يكون لك اشر ومخلع يقول لي ويقول لك عايز يشوفني دايما في حياة توبة عنيه قالت لي خليك تايب بقى كفاية كده كفاية كده تعف الخطيئة عايش حياة توبة مستمرة لقال لا يكون لك اشر مش المشكلة في ان احنا بنقع في خطايا لكن المشكلة ان احنا ما بنتوبش ليست خطيئة بلا مغفرة الا التي هي ايه بلا توبة وقال كده كتير من القدسين قال مش المهم ان احنا نخطئ لكن مش الخطير ولا المشكلة الكبيرة ان احنا نخطئ لكن المشكلة الاكبر ان احنا نرفض التوبة ناس كتير مننا لا تحيا حياة توبة لا يظنوا في نفسهم انهم ليسوا في احتياج الى توبة زي الفرسيين او يظنوا ان ما فيش ما فيش فايدة فيهم زي زي اليهوزة اللي يقس وفي الحالتين يرفضوا انهم ما يحيوا في حياة توبة وسيل المسيح يقول لهم ويقول لي لا تعود ضغط ايضا كفاية كده عدم توبة ما حدش مننا يمكن يكون صعب او ان حد يبطل خطيئ لكن مش صعب انك تبدأ التوبة لما داود النبي واع في خطايا عظيمة لما زنى ولما قتل وربنا بعث له ناثان قال له كده انت هو الرجل فراح اعترف والاخطأت الى الرب راح اقلف المزمور الخمسين اللي احنا بنصليه في كل صالة من صلاة الاجبية وقال ايه قال له يا رب لك وحدك اخطأت الشر قدامك صنعت وقال له كده خطيئتي امامي في كل حين يعني ايه خطيئة امامي في كل حين يعني افضل تايب طول عمري لغاية ما موت يا رب انا مش مش هنسى ان انا ان انا خاطي اعترف بخطيته اه قدام ربنا وقال له ربنا كده انا عالم باسمي وخطيئتي امامي اه في كل حين عايز تعيش اه شايف المسيح في حياتك عايز ما تتشككش لما يكون عندك ضيقة وتقول ربنا بيعاقبني توب لو انت عايش في حياتة توبة وجاتلك ضيقة جاتلك مشكلة هتكون عارف ان يدى الله صنعت هذا مش ان انت دلوقتي بتتعاقب او ان ربنا كرهك او ان ربنا ما عادش مهتم بيك لا لا احتاج وتحتاج معايا لو عايز تشوف المسيح بيغير فيك انك تكون وان انا اكون عايشين في حياة حياة توبة مستمرة المسيح كما رأاه المخلع اله متحنن وطيب يحترم ارادتنا في ان احنا نستقبله في حياتنا نخليه غيرنا او لا كلي القدرة يقدر يحل المشكلة اي ان كان حجمها وفوق الزمن اي ان كان زمن الضيقة او المشكلة وبيطلب مني بيطلب منك ان احنا حياة توبة ومستمرة لالهن المجد في كنسته من الان و الى الابد امين ومستمرة للمشكلة ومستمرة للمشكلة ああ